قبائل سيناء تلعب دوراً محورياً في حماية أرض الفيروز بتعزيز جهود تحسين الأمن في شبه جزيرة سيناء ودعم الدولة والقوات المسلحة في حربهما ضد الإرهاب وحماية الحدود على مر العصور عبر صفحات التاريخ الفدائي لمصر لعبت قبائل سيناء دوراً كبيراً ومحورياً في دعم ومساندة القوات المسلحة خاصة منذ حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر 1973 بعد حرب 1967 لم يتواجد في سيناء إلا أبناؤها فقط وعناصر من القوات المسلحة ليؤسس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منظمة سيناء التي تسببت في رعب الإسرائيليين فكانوا هم عيون القيادة السياسية في الضفة الشرقية طوال سنوات الحرب وفي العام ذاته استعانت المخابرات المصرية بنحو ألف ومائة بطل مدني أغلبهم من بدو سيناء ومن محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء تم تدريبهم على استخدام الألغام والمتفجرات والقنابل فكبدوا إسرائيل خسائر كبيرة في الجنود والمعدات وعرف هؤلاء الفدائيون باسم مجموعة الأشباح حديثاً بازغ نجم قبائل سيناء مجدداً خلال قيام الدولة بالحرب على الإرهاب في سيناء إذ قام العديد من أبناء سيناء الشرفاء بالانضمام إلى صف القوات المسلحة من أجل التخلص من التنظيمات الإرهابية في 2016 شكل اتحاد قبائل سيناء وهو تحالف بين 30 قبيلة سينوية بهدف تعزيز جهود تحسين الأمن في شبه جزيرة سيناء ودعم الدولة والقوات المسلحة في حربهما ضد الإرهاب ويتضمن دور اتحاد قبائل سيناء جمع المعلومات والاستخبارات عن الجماعات المتشددة ومواقعها ومخابئها السرية فضلا عن مشاركة القوات المسلحة في الحملات العسكرية ضد الإرهابيين وتأمين الحدود وخلال الأعوام السابقة ومنذ بداية حملات القوات المسلحة على التنظيمات الإرهابية في سيناء تعاونت القبائل مع كل أجهزة الدولة المعنية لرصد تحركات التكفريين ومخابئهم وإبلاغ القوات المسلحة والشرطة بالإضافة إلى قيام أبناء سيناء بالعديد من الأعمال البطولية التي قدمت فيها عشرات الشهداء من أبنائها إلى جانب أشقائهم من القوات المسلحة والشرطة دفاعا عن أرض الفيروز على أرض سيناء باسم مشايخ وعواقل سيناء كلنا نعلنها مدوية عالية خلف وراء السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي كلنا وراءه دعما بحراسة الأرض وعمارة الأرض والثبات على الأرض فنحن معه دعماً ومعه تأييداً له كلنا معه وكلنا خلفه ترجمة نانسي قنقر